السلام عليكم متابعي دراما سبورت هارد لك لنادينا تشرين الخسارة قدام المريخ السوداني بالبطولة العربية كأس الملك سلمان طبعا الخسارة متوقعة جدا قدام نادي المريخ بنتيجة 2-1 لكن المستوى اللي قدمه نادي تشرين كان غير متوقع اطلاقا نادي تشرين بهاي المباراة قدم مباراة للذكرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى خصوصا بالشوت الاول وحتى بالشوت الثاني ببعض الدقائق كان نادي تشرين مميز جدا ولو استغل بعض الفرص كان ممكن تخلص المباراة اقل شي بالتعادل اقل شي كان ممكن تخلص بالتعادل ونحن لما نحكي عن نادي المريخ فنحن عم نحكي عن نادي قوي بالسودان وقوي عربيا على فكرة على كل حال قبل ما نفوض بالتفاصيل ونحكي عن مباراة تشرين والمريخ بتمنى اذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عالتفاصيل يا صديق العزيز ما بخفيك سر انا كنت متشائم جدا وكنت خايف من نتيجة تاريخية لما بتحكي عن المشاكل الموجودة بالدور السوري ومشاكل الاندية ففي فوارق لا تعد ولا تحصى بين الوضع الحالي بالاندية السورية والوضع الحالي بالاندية السودانية الاندية السودانية صرنا عم نشوفها بالقاوين الاخيرة عم بتقدم مباريات وبطولات ومشاركات جيدة نادي المريخ الموسم الماضي بالبطولة العربية هاي اللي عم نلعب فيها نادي تشرين وصل للدور نصف النهائي نادي المريخ وصل للدور نصف النهائي الموسم الماضي ببطولة الاندية العربية فبالتالي انت عم تحكي مع فريق ما نسهل اطلاقا مع فريق صعب مع فريق يمتلك محترفين برازيليين مع فريق اطلاقا انت مو متوقع انت اساسا تعمل أي شيء او نتيجة قدام هذا النادي لكن بكل صراحة نادي تشرين من بداية المباراة كان واضح جدا بأن الكابتن محمد عقيل موجه الفريق بشكل عام لللعب الهجومي للطريقة الهجومية من بداية المباراة أكسب الثقة وإني فوت للمباراة وفاجأ نادي المريخ بأنني أنا نعم قادر أن يواجهك ونعم أنا عندي الإمكانيات وبكل صراحة أنا حكيت بالفيديو الماضي بالنادي تشرين يمتلك عاتد كبير من اللاعبين اللي سبقوا تواجدوا مع المنتخب أو اللاعب اللي أساساً عم بيلعبوا مع المنتخبات الأولمبية ومنتخبات الشباب وكمان اللاعب عندهم خبرة بالدور السوري يعني إذا بتحكي عن حراسة المرمى أحمد مدنية بخط الدفاع مؤيد الخولي وعبد الرزاق المحمد ظهير اليسار نديم صباغ كل هالأسماء بالخط الدفاعي سبقوا لعبة مع المنتخب أو حالياً عم تتواجد مع المنتخب عمر رحاوي ظهير اليمين بخط الوسط أنت عم تحكي عن عبدالهادي حنبازلي عن أحمد الدالي خالد مبيض وزيد غرير أحمد الدالي عم بيتواجد مع منتخب سوريا الأولمبي زيد غرير نفس الأمر خالد مبيض تواجد عدة مرات مع منتخب سوريا عبدالهادي حنبازلي كمان عم بيتواجد مع المنتخب الأولمبي أحياناً محمد مالطة نفس الأمر وأحمد المنجد يعني أنت عم تحكي عن تشكيلة عند الإمكانيات بس فارق الظروف نادي تشرين له أربع شهور ملعبان كرة قدم فبالتالي أنت عم تحكي عن وضعية ممكن تكون مؤزية لأي نادي الشيء المفاجأ بأن بالفعل بأول المباراة شفنا تشرين عم بيقدم كرة قدم جميلة كرة قدم سريعة الشوط الأول بالكامل كان الكرة كانت تناقلها سريع بين اللاعبين وحتى نادي المريخ استغل سوء الدفاع وكمان نادي تشرين استغل سوء دفاع نادي المريخ يعني نادي المريخ دفاعيا سيء جدا سيء وكارثي جدا من بداية المباراة شكلنا هجمة هجمتين ثلاثة زيد غرير عدد من اللاعبين كانوا يسددوا لكن بيبئة دقيقة 12 سجل عبد الرزاق لمحمد هدف التقدم لنادي تشرين هون الطعم الكبرى بعد هدف التقدم يعني بعد أول 10 دقيقة 12 دقيقة ممتازة جدا شفنا تشرين المشكلة هون مو شغلة مدرب يعني شغلة عقلية لعبيه سوريا بشكل عام والدور السوري بشكل خاص بين بعض الهدف ما اشتغلوا على تسجيل الهدف الثاني فورا عادوا للدفاع كان فيه ارتباك ما كانت فيه سرعة ما كانت فيه محاولة الضغط عالي ان يحاول مرة تانية وتالتة ان يسجل الهدف التاني وممكن احرج فيه نادي المريخ الكرة استلمها نادي المريخ فارق الخبرة فارق الامكانيات وفارق سوء الدفاع يعني اي عرضية عم تطلع يعني بتشكل خطورة خصوصا من جهة عمر ريحاوي العرضيات وهو ردة فعل المدافعين سواء مؤيد الخولي او عبد الرزاق المحمد عبد الرزاق المحمد كان لسه احسن من مؤيد الخولي مؤيد الخولي ردة فعله كانت بطيئة جدا الكرة التانية وليست الكرة الاولى الكرة التانية مثلا بيصدى لأحمد مدنية الكرة بتكون بين لاعب المريخ ومدافع تشرين لاعب المريخ بيسابق لاعب تشرين على التزديد فبالتالي ردة فعل المدافعين كانت بطيئة جدا سواء عمر ريحاوي نديم صباغ أو مؤيد الخولي بشكل عام المريخ استغل الأخطاء الدفاعية للأصغرة سواء نديم صباغ وعمر ريحاوي وكمان ردة فعل المدافعين بقلب الدفاع وسجل هدفين بعد هالهدفين نادي الشرين حاول لكن كانت المحاولات نوعا ما أخجوله وانتهى الشرطة الأول اللي كان سريع جدا بين الفريقين بتقدم المريخ أنا شفت أنه النتيجة كانت غير عادلة بالشوط الأول ليش؟ لأن تشرين كان ممكن تخلص المباراة بالتعادل على الأقل يعني بالشوط الأول الشوط الثاني بدأ هالمريخ من نوع من الاستحواس مثل ما حكينا فارق الخبرة لصالح المريخ نادي تشرين ما دخل للشوط الثاني إلا للدقيقة سبعين يعني من كرة محمد أسعد اللي كمان بعد ما دخل محمد أسعد ونصوح نكدلي شفنا الفريق عم بيقدم مستوى هجومي مختلف وكمان يعني بصراحة حتى الشوط الأول كان تشرين هجوميا مميز جدا يعني محمد مالطة قدم مباراة رائعة زيد غرير أحمد الدالي عبداللهادي حنبازلي خالد مبيط في موضوع اللياقة البدنية كانت معدومة تماما أحمد المنجد ما كان عم بيظهر به بالأوقات المناسبة ما كان تمركزه صحيح تمركز محمد مالطة كان أصح لكن الانهاء لدى محمد مالطة كان كارثي وسيء جدا نادي تشرين حصل من الدقيقة سبعين للدقيقة ثمانين على ثلاث إلى أربع حجمات وانفرادات يعني سواء مع نصوح نكدلي مع محمد مالطة مع محمد أسعد للأسف الشديد ما سجلوا هدف التعادل بالنهاية المريخ حقق الفوز فوز فينا نسميه فوز فارق الخبرة على الشجاعة ما فينا ننكر العمل اللي يشتغلوا محمد عقيل مع نادي تشرين بكل صراحة ترفع له القبعة من لما تم التعاقد مع محمد عقيل شفنا نتائج تشرين عم تتحول لنتائج إيجابية حاليا بالبطولة العربية قدام نادي المريخ بأكتر من أربعين إلى خمسين دقيقة أحجموا نادي المريخ تماما قدموا كرة قدم هجومية كرة قدم سريعة كرة قدم مميزة أنا شو بدي من المدرب نقطة يعني شو بدك أنت من المدرب بكرة القدم يعطي أو يوصل اللاعبين لمنطقة المنافس ومنطقة الخصم المدرب هاي وظيفته بكرة القدم يوصل اللاعبين لمنطقة المنافس أنا شفت أنه محمد عقيل ووصل اللاعبين لمنطقة المنافس لكن للأسف الشديد اللاعبين بضيعوا فرص يعني ما رح يجي المدرب ويسجل مكان اللاعبين وبالحالة الدفاعية أنا بشوف بأن فارق الخبرة وردة فعل اللاعبين البطيئة ما فيك تغير باللاعبين بكل صراحة عندك تمركز اللاعبين تواجد اللاعبين كان صحيح تواجد اللاعبين ببيئة المراكز كان صحيح يعني ما أنا مهمة المدرب إذا اللاعب ردت فعله بطيئة شو بده يعمل يعني أنا بشوف من محمد عقيل أدم أوراق اعتماده مع نادي تشرين كمدرب مميز بالبطولة العربية بكل صراحة مظلوم جدا هذا المدرب أنا بشوف درب القوة الجوية والفيصلي أكيد عنده الخبرة يعني بس ما بتعرف شو ممكن يصير فيها أنا بعد هذا الأداء مبسوط جدا حابب شوف كمان اللاعبين بمباراة الاياب يوم الثلاثاء القادم بنفس الملعب إن شاء الله يعملوا شي لكن إذا لعبوا بنفس هذا المستوى راح نكون رضيانين بكل ما تعني هالكلمة من معنى لسه بدنا كتير لحتى النافس قارريا سواء عربيا أو آسيويا لكن لما منشوف كرة قدم حلوة لازم نحكي عنها هذا كل شي حاب أحكي هاردك كل المشجعي تشيرين هاردك إلنا ألف مبروك لكل المشجعي المريخ أتمنى أعجبكم الفيديو تكون بصحة خير وسلامة